أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تغلبوا على سورة الأنفال المباركة القضايا والشؤون الحربية هذه السورة نزلت أولا بعد غزوة بدر تلك الغزوة الشهيرة التي تعد مفتتح غزوات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الكبريات غزوة انتصر فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن كان معه من المسلمين إلا أن الذي جرى بعيد هذه الغزوة مباشرة كان هذا الأمر الذي استوجب نزول هذه السورة وهو التنازع لقد تنازع القوم في الأنفال أي الغنائم فقسم منهم اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وآله بمعنى توزيع هذه الغنائم والأنفال فقال بعضهم لم تعطي مثلا بعض من لم يشارك في هذه الغزوة من ذوي الأعذار كانوا قالوا نحن أحقوا بهذه الأنفال أو بهذه الغنائم قسم آخر اعترض بالقول إن الذين كانوا في الصفوف الخلفية ولم يكن لهم ذلك البلاء تلك المشاركة لا يستحقون أن يأخذوا مثل ما نأخذ نحن الذين انغمسنا في العدو مثلا وقاتلنا أي يكن وقع نزاع بين هؤلاء وهؤلاء فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وافتتحها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حسم الله سبحانه وتعالى الأمر وبيّن أن هذه الغنائم إنما هي أنفال موكول أمرها وأمر التصرف بها وتوزيعها إلى الله والرسول صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه وآله يقدر الأمر ويوزعها كما ينبغي ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك فهذا هو سبب نزول هذه السورة وأما ما غلب عليها فهو الذي قدمناه من أنها سورة تضمنت كثيرا من القضايا والشؤون الحربية فقد استرسلت السورة مثلا في بيان أن فريقا من المؤمنين أي المسلمين كانوا للخروج إلى الحرب وإلى القتال كارهين وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله في ذلك يقول سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كانوا يريدون درب السلامة كما يقال كانوا يريدون العير الغنائم لن نفير أي الحرب النفير الحرب هو طريق ذات الشوكة والله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ولكن الذي ودوه هو العير فحسب كانوا من ذوي المطامع ولذلك كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله وليسوا مرتاحين لهذه المواجهة العسكرية خاصة أنها كانت أولى الاختبارات العسكرية الكبرى وكانوا يعلمون بأنهم من حيث العدة والعدد أقل مما لدى المشركين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين آيتان تتحدثان عن كراهية المؤمنين أو فريق من المؤمنين للخروج إلى القتال وأنهم جراء ذلك كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون آيتان تتحدثان عن الموت وعن القتال وعن دربي ذات الشوكة ثم يقول الله تعالى وهذه مجرد إطلالة سريعة في مفتتحي أو في بدوي أو بدوي هذه السلسلة من المحاضرات الحربيات هذه إطلالة سريعة على آيات هذه السورة لكي نستوعب أو نفهم طبيعتها لغتها في أي اتجاه فإن بعد ذلك نكتة سنبينها إن شاء الله تعالى يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ثم يقول سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فالآيات هذه تتحدث أيضا عن رعب سيصيب الذين كفروا وأمر بأن يضربوا فوق الأعناق وأن يضرب منهم كل بنان وأن الله شديد العقاب لهم ثم يحذر الله عز وجل الذين آمنوا بأنهم إذا لقوا العدو فعليهم بألا يفروا وأن لا يولوهم الأدبار وتواعد سبحانه الذين يولون العدو أدبارهم بأنهم سيبوءون بغضب من الله وأن مأواهم جهنم وبئس المصير إلى أن يقول جل وعلا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ فَإِنْ إِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرٌ أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة يقول سبحانه أيضا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا أمر بالثبات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ثَبَاتُكَ مَرْهُونٌ بِذِكْرِكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا حَتَّى وَأَنْتَ فِي سَاحَةِ الْقِتَالِ أَلَّا تَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا يَنْبَغِي بَلْ يَجِبْ خاصة في مثل هذه المواقف الحرجة حيث المواجهة مع العدو ألا يقع تنازع فيما بين صفوفنا نحن المؤمنين علينا أن نُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَمْضِي عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ وَنَحْتَكِمَ إِلَيْهَا وأطيعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا تحذير أولا من التنازع فالفشل وأمر بالثبات والصبر ثم تحذير بأن لا يكونوا من فئة خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الحرب ولكن بطرا ورئاء الناس رياء هؤلاء هم المنافقون الذين يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله محيط بكل أعمالهم مطلع عليها ثم يقول سبحانه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ينقضون العهد ولا يتقون الله عز وجل هؤلاء هم شر الدواب عند الله فما الذي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفعل إذا واجهت فئة من الناس الأنذال هكذا لا يحترمون العهود والمواثق عليك أن تفعل هذا فإما تثقفنهم في الحرب تجدهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون عليك أن توقع بهم وقعتا تفرقهم وتشردهم حتى يكون من يأتي بعدهم كمدد أو من أصناف أخرى من المشركين والأنذال أو من أهل قتال بالباطل هؤلاء لعلهم يتذكرون لعلهم يذكرون أن يرتدعوا عن أن يواصلوا هذه الحرب وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ هؤلاء الذين تخاف أنهم سيخونون وينقضون العهد فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ أَسْرِعْ إِلَيْهِمْ وَبَادِرْهُمْ بِالْقِتَالِ بِالْحَرْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقِي وَيَحْمِيْ هذه التي يُصطلح عليها اليوم بِالْحَرْبِ الْإِسْتِبَاقِيَةِ ثم يقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْرَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْسِلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أمر بردعي عدو الله وإيقاع الرهبة في نفسه بماذا؟ بأن نمتن قوتنا نحن ما يمكن إعداده من مظاهر القوة والاستعداد العسكري علينا أن نقوم به ولا شك في أن ذلك يتطلب ميزانيات يتطلب أموالا يتطلب إنفاقا فالله يعدنا بقوله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ سيرجع إليكم وأنتم لا تظلمون ومع أن الغالب على السورة اللغة الحربية القتالية إلا أن الله عز وجل لم يترك الإشارة إلى السلم إلى السلام فقال وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمَ فَاجْنَحْ لَهَا سَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ هذه كانت المعادلة الأولية عشرون صابرون يغلبوا مئتين مئة صابرون كذلك يغلبوا ألفا ولكن الله عز وجل خفف هذه المعادلة إذ علم أن في المخاطبين بعض الضعف يعني بجولتنا فيها الأيام نقول مقدهة يعني مقدهة فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الضعف وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ومن هنا ارتكز هذا الحكم في الفقه الإسلامي كما جاء عن أئمة العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام أن المقاتل في ساحة الحرب والحرب الشرعية بطبيعة الحال الحرب الأخلاقية إذا ما واجهه ثلاثة فلم يستطع أن يقاتلهم جميعا في لحظة واحدة ففر منهم لا يعد حينئذ من الفارين أو ممن ول العدو دبرة فله الرخصة بالفرار ولكن إذا كان من يقاتله إثنان فليس له أن يفر فإن فر منهما كتب عند الله عز وجل مرتكبا هذه الكبيرة وهي الفرار من السحف لماذا استنبط هذا الحكم أو ارتكز هذا الحكم لأن الله عز وجل قال بعد التخفيف فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين ثم يقول الله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي يكثر من قتل أعداء الله عز وجل في الأرض في الأرض ممن لا سبيل لتخليص العالم من الشرور ومن الإرهاب والدمار إلا بقتلهم فإن اتخاذهم أسرى لا يزال يطمعهم أو يطمعهم بالنجاة ويطمعوا من وراءهم كذلك بمواصلة الحرب أما إذا قضي على هؤلاء وخاصة إذا كانوا من الرموز المحرضين على الحرب فإنه حينئذ يمكن تخليص العالم من هذا الشرور ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم أظن أن الجميع الآن ممن يستمع إلينا قد لاحظ إذن ما في هذه الآيات من لغة حربية كانت هي اللغة الغالبة على هذه السورة سورة الأنفال آيات تتحدث عن الموت عن الحرب عن القتال عن الإثخان في الأرض عن التحريض على القتال تتحدث كذلك عن ضرورة الثبات في أرض المعركة تتحدث عن تشريد من هم خلف العدو المباشر تتحدث بالوعيد عن من يولي عن الزحف تتحدث كذلك عن ضرورة ضرب العدو ضربا مبرحا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فالآيات إذن في مجملها في هذا الاتجاه اتجاه الموت الحرب والقتل والقتال والدماء وإلى ما هنالك ولكن في وسط هذا كله تبرز هذه الآية وهي الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنفال وتلفت أنظارنا إذ يقول سبحانه فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ لماذا تلفت هذه الآية بالذات وقد توسطت تقريبا آيات سورة الأنفال لماذا تلفت هذه الآية بالذات أنظارنا لأنها كأنها تعاكس اتجاه السورة تماما اتجاه سائر الآيات فالآيات تلك هي باتجاه القتل والقتال والحرب والتحريض على الحرب والدماء والموت في حين أن هذه الآية تتحدث عن الحياة وتأمر المؤمنين بأن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم فهل يكون معنى ذلك أن الدعوة إلى الحرب إلى القتال إلى الموت تكون في جوهرها دعوة إلى الحياة وبعبارة أخرى كأن كل هذه الآيات التي ذكرناها أولا والتي تسير في هذا الاتجاه في اتجاه الموت في اتجاه الحرب والقتال مع ما يستتبعه كل ذلك من آلام كأن هذه الآية تقول إن كل ذلك الذي دعاكم إليه دعاكم إليه الله والرسول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله كل ذلك إنما هو مما يحييكم هذه الآيات وما تضمنته من أوامر من زواجر من توصيات مما دعاكم إليه الله ورسوله صلى الله عليه وآله هذه هي في الحقيقة تحييكم علينا إذن أن نغير من نمط تفكيرنا أن نعيد النظر من جديد فإن أمورا قد تبدو أنها تسوقنا إلى الهلاك أو إلى الموت هي في حقيقتها لو أعدنا النظر تسوقنا إلى الحياة أمور قد نراها تصيبنا بجراح لكنها إن التزمنا بها حقا تكون بلسما لجراحنا هذا هو المدخل لهذه السلسلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامها وبيان ما يتأتى لنا بيانه فيها وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر